34 عاماً فقط من العمر وعائلة متواضعة بعيدة عن عالم السياسة كل ذلك لم يمنع الشاب سنة مارين من الوصول إلى أرفع منصب في بلدها فنلندا فازت مارين في انتخابات الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بفارق قليل عن منافسيها لترأس حكومة البلاد خلفاً لرئيس الوزراء السابق أنت ريني الذي استقال على خلفية إدارته المرتبكة لإضراب العاملين في قطاع البريد وبذلك تكون سنة مارين هي أصغر رؤساء الحكومات في العالم وفور فوزها أكدت أن لديها الكثير من العمل لكسب ثقة الشعب مشيرة إلى أنها لم تفكر يوماً بعمرها أو بكونها امرأة بعد توليها رسمياً للمنصب تحضر رئيسة الوزراء الشابة اجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي وتجالس وتناقش سياسيين وسياسيات مخضرمات كالمستشارة الألمانية أنجيلا ميراكل ما يميز حكومة مارين أيضاً أنها حكومة ائتلافية ونسائية فبعض الوزارات تقودها أيضاً شابات في مطلع الثلاثينيات إذ تتولى كاتري كولميني حقيبة المالية وهي رئيسة حزب الوسط في حين ستحتفظ ماريا أوهيسالو بوزارة الداخلية وهي التي تقود حزب الخضر وستستمر لي أندرسن في حقيبة وزارة التعليم وهي التي تقود تحالف اليسار إذن هي حكومات كفاءات برئاسة ناعمة وتقودها النساء في فنلندا أما في عالمنا العربي فرؤساء الحكومات كلهم رجال وفي سن الكهولة ومنهم من أمضى دهراً في منصبه وقل ما تتسلم امرأة حقيبة وزارية ومع عيير الوصول إلى منصب رفيع نادراً ما تكون الكفاءة موجودة فهي في الغالب بوراثة عائلية سياسية أو بانقلاب دموي ومغادرة السلطة لا تأتي إلا بانقلاب أو إلى القبر وأمام ذلك لم يبقى أمام الشارع العربي إلا أن يثور